السلام عليكم شبابا ايكم مرتضى جليحاوي شركة سامسونج معقولة شركة شاومي و شركة رلمي تنزل جهاز معالج فلاكشيب وبسعر متوسط و سامسونج ما تبقى ما ترد على هذه الاجهزة ما ادري سامسونج راح ترد على كل اجهزة او كل شركة تنزل جهاز بمواصفات فلاكشيب وبسعر متوسط سامسونج عدها جهاز A82 انا من شفت الاعلان او من شفت مواصفات A72 و A52 قلت لازم اكو سامسونج عدها جهاز وورا ذن الاجهزة فهذا جهاز تقدر تقول رافع مبيعات سامسونج بالنسبة لهذه الفترة راح يجينا بمواصفات تقريبا قوية بالنسبة الاجهزة المتوسطة راح يجينا بشاشة ستة بوين سبعة فول اجد بلاس منع سوبر اموليد معدد تحديث 120 هيرتز ال A82 اذا تذكرون ال A80 نزلتها سامسونج ال A81 ماك اختفى ال A82 رجع تسريباته عن الجهاز بالنسبة للتسريبات ما ذكرت انه الجهاز او تصميم الجهاز بشكل كامل حسب التصميم ما للا A80 نزلت التسريبات انه راح تكون سلايت نفس الشاشة تخرج للاعلى وبعدين تطلع لك الكاميرات من الخلف ونفس الكاميرات الخلفية راح تصير كاميرات امامية عدسة اساسية 64 ميجا بكسول وعدسة 12 ميجا بكسول وعدسة 5 ميجا بكسول حصل على تقريب نفس ال A72 تقريبا نفس عدسات ال A72 حصل تقريب 30 اكس اللي هو رقمي و 3 اكس للبصري هذا الجهاز راح يجيك المفاجئة هنا انه معالج سناب دراغون اما ال 855 بلاس او 860 هذا ال 860 انا ما شفته هواي باجهزه لكن هذا الجهاز ممكن راح يكون الفريد من نوع راح يحصل على هذا المعالج هذا الجهاز يدعم نسختيه نسخة ال 5G ونسخة ال 4G راح يكون الرام 8 جيجا مع ال 128 وعا ال 256 اذا تذكرون ال A90 نزلت سامسونج بهاي المعالج اجت معالج سناب دراغون 855 لكن ما اجان للعراق ولا اجان الشرق الوسط كان مخصص فقط للصين فنتمنى انه ما يكون مخصص الصين ويجينا للعراق ويجينا الشرق الوسط ونجرب هذا الجهاز ويجي معالج فلاك شوف هذا الشي ممتاز كذلك هذا الجهاز راح يجينا ببطارية 5000 ميلي امبير تدعم شهر سريع 25 واط يعني سامسونج ما راح تحسن بهواي بالكام بالبطارية ولا تحسن بالكاميرا لكن فقط نزلك معالج فلاك شوف هذا الجهاز وهي ترفع ضغط السوق يعني ترفع مبيهات هذا الجهاز بالنتجة هذا الجهاز سعره غير معروف لكن ما اتوقعي عبر 600 دولار هذا تقريبا تقدر ينافس النفس الاسواع 20 FE من شركة سامسونج هذا الجهاز يعتبر واحد من الاجهزة الفوق المتوسطة يحمل معالج فلاك شوف وسعر متوسط نهاية الفيديو نتمنى ان يوصل هذا الجهاز واحد من افضل الاجهزة سامسونج اذا هذه التسريبات كانت صحيحة واجانب هذا المنظوم راح يكون واحد من افضل الاجهزة في فئة الاي وكذلك افضل اجهزة متوسطة لدى سامسونج نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم مرتضة جليحاوي وفي امان اشتركوا في القناة